هللخص مع بعض دلوقتي فيلم ده بلاك دايمون اللي بيتكلم عن سمكة قرش عملاقة بتهجم على مجموعة بشر في المحيط وبيبدأ فيلمنا بشخصين بيشتغلوا في محطة بترول وبيجهزوا عشان هينزلوا البحر دلوقتي في رحلة استكشاف جديدة وبنعرف ان مهمتهم عبارة عن انه ما هيفجروا مكان معين في قاع البحر عشان البترول الموجود يخرج ويقدر يسحبوه فبينزل اول شخص وبيكون معاه كامل المعدات وصديقه بيكون موجود فوق وبيوجهه من خلال اللاسلكي وما بيوصل الشخص دا للمكان المحدد وبيبدأ يجهز القنابل للأسف بيحصل اللي هو مش متوقعه وبتظهر قدامه سمكة قرش ضخمة فبتتجي ناحيته وبتخلص عليه فورا وبيبدأ الدم ينتشر في المكان ساعتها بيبدأ صديقه يلاحظ ان في حاجة غريبة بتحصل تحت المية وعشان كده بيقف ومتوتر وخايف لحد ما بتخرج سمكة القرش وبتقضي عليه هو كمان بعد فترة بقى بيكون فيه اب اسم بول اللي بيكونوا اخد اسرته ومسافرين عشان هيقدوا اجازة في مدينة جديدة فبيتكلموا في الطريق وبنعرف انه شغال مهندس بترول وما سدق انه اخد الاجازة دا عشان يقد فترة سعيدة مع اسرته فبيعد الوقت وبيوصلوا للمدينة اللي هيقدوا فيها اجازتهم وهناك بيبدأوا يلاحظوا ان الموضوع مريب شويتين لان المدينة بتكون فاضية وما بيقابلوش فيها اشخاص كتير وكمان الخدمات بتاعتها بتكون قليلة جدا فبيوصل بول لمكان معين وهناك بيقابل شخص اسمه ايلري فبيطلب مساعدته عشان يلاقوا اي فندق او مكان يقضوا فيها الاجازة بس ايلري بيستقبلوا بشكل سخيف جدا وبيقولوا المكان دوت مش مخصص ابدا للاجازات ومن الافضل انه يسافر ويرجع لمدينة بتاعته وفي الوقت دوت بتيجي الزوجة بتتكلم معاه وبتعرفوا انه موجودين هنا مع الاطفال فبتديلوا مبلغ معين وبتقولوا انهم مش عاوزين مشاكل ايلري وبيخدوا معاه عشان يوصلهم لكافيه وفي الطريق بيقابلوا مكان غريب جدا موجود فيه تمثال فبيقف عنده ايلري وبيقدم قربان للتمثال دوت وساعتها بنعرف ان كل اهل مدينة بيقدسوا التمثال دوت لانهم معتقدين انه بيحميهم وما بيكملوا طريقهم بتوصل الاسرة لمكان كافيه عند البحر وبيعودوا كلهم عشان يرتاحوا ويستعدوا للاجازة بس للأسف بول بيستقبل مكالمة من الشركة بتاعته وبيبلغوه انه لازم يتوجه دلوقتي لمكان محطة بترول تابع ليهم عشان عنده مهمة بسيطة هناك فطبعا بيتضايق جدا لان ده يوم اجازته بس للأسف بيكون مضطر وما فيش قدامه اي اختيار تاني فبيتكلم مع زوجته اولاده وبيعرفهم انه يروح مشوار وبيوعدهم مش هيتأخر وبيقول لهم كمان ان الشركة بعتله مركب مخصوص عشان يروح ويرجع به وبالفعل بيمشي وبيوصل عند الشاطئ وهناك بيتكلم مع حارس المكان وبيبلغو انه تابع شركة البترول فبيوجيهو الحارس عشان يوصل للقارب بتاعه وهناك بيقابل شخص بسيط يبقى هو المسؤول عن توصيله فبيركبوه هما الاتنين مع بعض وفي الطريق بيسألوا بول عن المدينة دية وبيبقى عايز يعرف هو ليه الشوارع فاضية كده ويهي قصة التمثال اللي هما بيقدسوه فبيرد عليه الشخص دوت وبيعرفوا ان المدينة مصابة باللعنة وان التمثال هو الشيء الوحيد اللي بيحميهم فبيبدأ بول مايركزش في كلامه لانه مش مؤمن اصلا بالخرافات وبيفضلوا مكملين في الطريق لحد ما بيوصلوا المكان معين وهناك بيطلب الشخص ده من بول انه يركب مركب تانية ويكمل بها الطريق لوحده لانه مش هيقدر ييجي معاه فبيستغرب بول وبيسأله عن السبب لكنه بيفضل يماطل وما بيدوش اي اجابة واضحة على الجانب التاني بقى بتكون الام اعدى مع اولادها في الكافي والوضع بيكون ماشي بشكل طبيعي خالص لحد ما فجأة بييجي شخص غريب جدا وبيحاول يتكلم معاهم بس الام ما بيكونش مرتاحة وعشان كده بتطلب منه انه يمشي بس للأسف الشخص ده بيرفض وبيبدأ يضايقهم باسلوب سخيف عشان كده بتضطر الام انه هتضربه وبتاخد الاطفال وبتمشي واما بتوصل بعدها للعربية عشان يبعدوا عن المكان الغريب ده للأسف بتتفاجئ ان في حد خرب العربية ومش هيقدروا يتحركوا بيها فبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للشاطئ وهناك بتدي الام مبلغ لصاحب المركب عشان يوصلهم لمكان محطة البترول اللي بول موجود فيها حاليا وعلى الرغم انه بيكون رافض في البداية لسبب مجهول لكنه بيوافق بعد كده وبيبدأ يتحرك وقتها بقى بيكون بول سيء المركب لوحده لحد ما بيقرب من مكان المحطة لكنه ساعتها بيلاحظوا ان المايا بقى شكلها غريب جدا وما بيكونش فاهم هو السبب بالزبط فبيوصل بأمان للمحطة وبيستورب ان ما فيش اي افراد امن موجودين عشان كده بيطلع للمكان بيحس يتأكد اذا كان فيه حد هنا ولا لا فبيفضل يتحرك وما فيش اي شخص بيظهر قدامه لحد ما بيطلع عليه شخصين معهم اسلحة وبيبقوا عايزين يعرفوا هو مين بالزبط فبيهديهم بول وبيعرفهم انه تابع شركة البترول وانه جاي هنا عشان يقوم بمهمة معينة فبيرد عليه واحد منهم اللي بيكون اسمه شاتو وبيقولوا انه وقع في فخ كبير هو ما عندوش فكرة عنه اصلا فبيستغرب بول وبيسأله انت تقصد ايه بالزبط بس ساعتها بيتفاجئ كلهم ان فيه صوت مركب بيقرب منهم وعلى طول بيروحوا عشان يشوفوا مين المركب دي فبيتفاجئ بول انه قسرته جايين بالمركب لحد هنا بس الاغرب بقى ان شاتو صديقه جونيور بيتحركوا بسرعة هو بيبقوا عايزين يعملوا دوشة في المكان واما بيوصل المركب وبتنزل الاسرة في المحطة بيتطلح بعدها ان كان فيه سمكة قرش ضخمة بتهجمهم وان شاتو كان بيحاول يعمل دوشة عشان يشتت انتباهها وفي وسط كلامهم للأسف بتقع بنت بول غصبة عنها في البحر وبتتصدم ان فيه اشلاق اكتر من شخص ميت في البحر والمنظر بيكون مرعب جدا بالنسبالها فبتخرج بعدها وبتحكي لهم على شافته عشان كده بيتكلم بول مع شاتو وبيسأله ايه اللي بيحصل بالزبط فبيدينهم شاتو منظر وبيخليهم يبصوا على المركب اللي وصلت زوجته وللأسف بتخرج سمكة قرش ضخمة جدا وبتبلع المركب عشان تدمره فبيفهم بول ان المكان ده خطير جدا وان دي مش سمكة قرش عادية ابدا فبيقوله شاتو انه عبارة عن لعنة شريرة موجودة في المكان عشان كده بمدينة كلها خايفة ومفيش فيها سكان كتير بس بول برضو بيفضل مش مقتنع بالكلام دوت وبيقول ان دي مجرد خرافات مش اكتر عشان كده بيبدأ يفكر مع شاتو جونيور في اي طريقة يخرجوا بيها من هنا هو بيعرفوا ان الحال الوحيد دلوقتي انهم يصلحوا مصدر اللاسلكي لانهم بعد ما يصلحوا هيكون قادرين يتواصلوا مع الدعم بحيس يبعتولهم سفينة او اي طيارة تيجي تنقلهم بس للأسف الموضوع ما بيكونش بالبساطة دي لانهم عشان يصلحوا مصدر اللاسلكي لازم للأسف ينزلوا للبحر فبتعتارت زوج بول لان ده هيكون خطر جدا عليهم بس هو بيطمنوا وبيقول لها ان في غواصة موجودة في المكان وبالتالي هينزلوا بيها والموضوع هيكون امان شوية والحصن الحظ ان شاتو جونيور هما اللي بيتكلفوا بالمهمة دي وبول بيفضل موجود فوق عشان يوجيهم بالجهاز اللي معاها فبينزلوا هما الاتنين للبحر وبعد شوية بيوصلوا لمكان المصدر ساعتها بيكتشفوا ان المكان مقفول تماما وللأسف مش هيقدروا يدخلوه الا لما يفجروا ببوابة فبيجهزوا القنابل وبتفضل الامور ماشية بشكل طبيعي جدا لحد ما بيحس شاتو بحركة غريبة في المياه وعشان كده بيرجع بسرعة للغواصة فبيبدأ يحس بول ان في حاجة مش طبيعية وعلى طول بيسحب الغواصة ديت عشان ينقص حياتهم والحسن الحظ ان فعلا شاتو بيخرج وبيكون بامان بس الصدمة بقى انه بيكون خسر صديقه جونيور لان سمكة القرش بتكون قضت على حياته فبيدخلوا كلهم في صدمة وبيعرفوا ان الموضوع كبير جدا واصعب مما تخيله فبيعد الوقت وبيعبول مع اسرته عشان يحاول يطمنهم وبيكون حريص انهم ما يحسوش بالقلق لانه بيخاف عليهم وبيحبهم قوي عشان كده بيبدأوا كلهم يفكروا ممكن يعملوا ايه عشان يساعدهم وفي النهاية بيتوزعوا عشان كل واحد فيهم يدور في المحطة على اي شيء ممكن يكون مفيد ليهم ساعتها بتقع شوية ملفات في ايد الام وبيكون فيها معلومات خطيرة قوي بس قبل ما تروح لبول عشان تتكلم معاه بخصوص الملفات ديت للأسف تومي بيكون قاعد يلعب ناحية المية وفجأة بيختل توازنه وبيقع في البحر فبتجري الام من ناحيته وبتنط عشان تنقذه ساعتها بينزل بوله وكمان وبيكون مستهد يعرض نفسه الخطر عشان يساعد أسرته والحصن الحظ ان الموضوع بيعد بأمان ومحدش فيهم بيتصاب لكنها طبعا بتكون تجربة مرعبة جدا بالنسبة لهم فبيعودوا بعدها مع بعض وبتتكلم الام مع بوله بتقوله انه هو السبب في كل اللي بيحصل دوت ساعتها بقى بنكتشف ان الملفات اللي معاها كانت عبارة عن عقد مضيب نفسه مع الشركة عشان يبنوا المحطة ديت وبنعرف ان كان فيه تحذير قبلها بخطورة المكان دوت لكنه تجهل الموضوع ده تماما وكان كل همه بس مصلحته ومنصبه في الشركة فبيحاول بول يبرر لها الموقف ايه يمكن تسامحه لكنها بتفضل غطبانة منه وبتعرفه ان كل ده زنبه هو فبينزل بول بعدها وبيتكلم مع شاته وهو حزين وبيقوله ان زوجته كان ليه حق في كلامها وانه فعلا وافق على بناء المحطة بدون ما يهتم بالعواقب وبالتالي هو المسؤول عن كل الأرواح اللي ماتت عشان كده بيعرفه انه مستعد يعمل اي حاجة عشان ينهي الكابوس دوت وكمان يتطمن ان قصرته هتكون بخير مهما حصل فبيفضل يفكر لحد ما بتيجي في باله فكرة غريبة شوية وعلى طول بيروح يتكلم فيها مع شاته فبيقوله انه ومنزله من شوية وزرعوا القنابل عند البوابة لكنهم ما لحقوش يفجروها عشان كده بيقول بول انه هينزل بنفسه وياخد القنابل ديت وهيحاول يفتح بوابة مصدر اللاسلكي عشان يرجع لهم الاشارة اما بالنسبة للقنابل فهو هيستدرك بها سمكة القرش لحد ما تقرب منه ويفجرها فيها وبعدها بيطلب منه انه ياخد قصرته في السفينة ويتحركه في نفس الوقت ده لان ساعتها سمكة القرش هتكون مشغولة معاه هو ولان دي بتكون الفكرة الوحيدة اللي متاحة قدامهم فبيقرر بول انه يقوم بيها على الرغم طبعا انها هتنهي حياته فبيستعد عشان ياخد المخاطرة وبيجهز كل حاجة بس قبلها بتتكلم معا زوجته وبتطلب منه ما يعملش كده بس هو بيطمنها انه هيكون كويس وبيقول لها انه مجرب ما هيقضى على سمكة القرش هيقابلها فورا عند الشاطئ فبينزل بول بعدها للبحر وبيتوجه نحية مصدر لسالكي وعالجانب التاني شاتو بياخد الأسرة عشان يتحركوا ويبعدوا بسرعة عن المكان فبيعد الوقت وبيوصل بول لمكان البوابة وهناك بياخد القنابل وبيحاول يفتح البوابة من غيرها والحصن الحظ انه بينجح فعلا وبترجع الاشارة للمكان وساعتها بتوصل رسالة الاستغاسة لخفر السواحل وفي اللحظة دي بتظهر سمكة القرش وبتبدأ تهجم على بول اللي بيتحرك بكل سرعته لحد ما بيوصل لصندوق حديد فبيتوصل مع أسرته من خلال الاسلك اللي معاها وبيعتزع لزوجته جدا لانه ضحك عليها فبيودعها وبيعرف ان خطته كانت تخص انقاذهم هم لكن هو للأسف مش هيقدر ينجو منها فبتنهار زوجته وما بيكونش مصدقة اللي بيحصل وكمان أولاده بيتكلموا معاها وهو بيودعهم بكل حزن فبتتوجه سمكة القرش ناحيته وبتكرر انها تبلع السندوق الحديدي بالكامل وساعتها بيفجر بول القنابل اللي معاها وبيني حياته هو وسمكة القرش وفي اللحظة دي بيكون الدعم واصل الأسرة بعد ما استلموا انداء الاستغاثة وبيرقبوا كلهم حطة البترول وهي بتنهار بسبب التفجير اللي حصل فبتقعد الأم مع أولادها وبيكون الحزن مسيطر عليهم لكنهم على الأقل بيبقوا قدروا ينجوا بحياتهم وأخيرا انتهى كابوس سمكة القرش اللي كان مخاوه في المدينة بالكامل وبيخلص الفيلم إزايكم هنلخص النهاردة فيلم اللي بيتكلم عن قرش ضخم جدا بيدخل نهر في مدينة باريس وبيأكل كل سكان المدينة قبل بس ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو دوت لخمس تلاف لايك كمان اللي مش مشترك في القناة ياريت ياخد جولة فيها ويشترك بيبدأ الفيلم في المحيط الهادي وبنشوف كمية كبيرة من المخلفات اللي البشر بيرموها في البحر وقتها بتكرر صوفيا علمت البيئة إنها تصور تقرير عن الضمار اللي في البيئة المائية بعد شوية بقى بيتيجي واحد أسمع أفوانا وبتعرفها ان القرش ليلت اللي كانوا بيرقبوه من شهور ظهر على أجهزة الرادار فبيكرر كريس جل صوفيا إنه يجهز نفسه وبياخد الطقم بتاعه وبيختصه تحت المية ساعتها بيشوفه حوت متعلق في المخلفات فبيقرب كريس منه وبيتفاجئ لما بيلاقي عضة كبيرة في جسمه وفجأة بتعدي أسمك قرش من جنبه وبيخاف جدا منها وقتها بتحاول صوفيا إنها تتواصل معاه هو والفريق لكنها بتلاقي إن إشارة اللي سلك ضعيفة فبيتحس إن في حاجة غريبة بتحصل وبتقلق جدا عليهم وفجأة وقتها بتظهر سمكة قرش قدامهم وبيتصدم الفريق لما بيعرفوا إن ده يبقى القرش ليلة اللي زارعين فيه جهاز التتبع هو بيتفاجئوا إن حجمه ذات جدا في وقت قصير قوي فبيخاف كريس على فريقه وبيكرر إنهم يرجعوا للمركب بس سوفيا مراته بتمنعه يرجع قبل ما يجيب عينة من دم القرش ليلة وده عشان يفحصوه ويعرفوا هو كبر كده إزاي فبيوافق كريس وبيضرب القرش ليلة برمح عشان ياخد العينة فبيتعصى بالقرش جدا وبيحجم على الفريق بالكامل وساعتها بتسمع صوفيا صوت القرش وبيكلهم وبتكرر إنها تنزل المية عشان تساعدهم وفعلا بتاخد سلاح في أسهم وبتنطف المية وبتعرف للأسف إن جزها كريس مات وفجأة وقتها بيظهر قدامها القرش ليلة فبيحجم عليها وبيكون على وشك ليلة فبتضربوا صوفيا بسلاح الأسهم وبيعرب بسرعة ولسوق الحظ بتتعلق صوفيا فيه بسبب المخلفات اللي في المية وبتنزل كمان معالي القاع وما بتكونش عارفة تتنفس كويس بسبب زيادة ضغط المية فبتستخدم صوفيا سكينة وبتقطع الشبكة اللي متعلقة فيها مع القرش وبتقدر تطلع للسطح المية بسرعة وبعد ثلاث سنين بنشوف اتنين شباب بيصطادوا حاجات بمغناطيس من النهر اللي في باريس وفجأة بيلزي المغناطيس دوت في حاجة تقيلة جدا وبيتفجؤوا إن دي تبقى قنبلة وفعلا بيبلغوا الشرطة بسرعة فبيجي فريق مفرقعات عشان يتأكدوا إذا كانت القنبلة دي شغالة ولا لأ وساعتها بيكلم زابط شرطة اسمه عادل مع الصحافة وبيعرفوا من النهر دوت في قنابل مدفونة من الحرب العالمية التانية وبيطلب من الناس إنهم يبعدوا عنه وقتها بقى بالكنسوفيا بتدم حضرة المجموعة الطلاب عن البيئة البحرية وبتفاهمهم إن لو محيط تلوث بشكل كامل البشر مش هيقدروا يعيشوا وبتطلب منهم يحافظوا على مية المحيط المهمة أثناء كلامها بيقاطعها واحد من الطلاب وبيسألها هو الفريق بتاعك مات بسبب القرش الهاجم عليكي فبتفتكر صوفيا اللي حصل وبتدهيق وبتمشي ساعتها بتروح لها واحدة من طلبة بتاعها اسمها ميكا وبتقول لها إنها متابعة الأبحاث بتاعتها وعارفة كمان مكان القرش ليلة اللي أكل جوزها فبتتصدم صوفيا وبتسألها انت عارفة مكانه إزاي فبتخدها ميكا لنظامة سرية خاصة بحماية المحيطات وهناك بتعرفها على صاحبتها الهاكر بين فبتوري لها بين الخريطة وبتحدد لها مكان ليلة فبتتفاجئ صوفيا إن القرش ليلة وصل لباريس وبتستغرب جدا إزاي الحكومة ما عرفتش الموضوع دوت لإن عندهم أجهزة رادار متطورة بتقدر تكشف أي جسم بيتحرك في المياه فبتخمن بين إن أجهزة الحكومة تعطلت لما القرش دخل لباريس ساعتها طبعا بتقلق صوفيا جدا وبتقرر تدور على طريقة عشان تبعي بيع القرش ده عن المدينة قبل ما يأكل الناس فبتقول لها ميكا إن عندها طريقة تقدر تتواصل بيها مع القرش بس لازم يختصوا تحت المياه ويقربوا من القرش ليلة وبتطلب منها تنضم لهم وتختص معاهم بس صوفيا بترفض لأن القرش ليلة خطير جدا وبتسبب ومبتمشي بالليل بقى بتروح ميكا وبين لمكان القرش وبتختص ميكا تحت المياه وبالصدفة بتشوف عربية عاملة حدثة وبتتفاجئ إن العربية ديت عليها علامات أسنان قرش وفجأة بتعدي حاجة غريبة من وراها وبتخاف ميكا جدا وقتها بقى بترقب بين المكان وبتتفاجئ إن في مركب تبع الشرطة عمال يقرب عليهم فبتكرر تسحب ميكا بالحبل المربوطة بيه عشان يهربوا بس ميكا بترفض تخرج وبتفضل تدور على القرش وبعد شوية بتخرج وبتتفاجئ إن الشرطة قدامها وبيقبض عليها وفي اللحظة دي بتوصل صوفيا للمكان خصوصا بعد ما غيرت رأيها وقررت تساعدهم فبتشوف الشرطة قابضين على ميكا وما بتكونش عارفة تساعدها وقتها بيتحرك زباط الشرطة بالمركب عشان يودوا ميكا لمركز الشرطة المهم في طريقهم بيقابلوا اتنين زميلهم وبيطلبوا منهم مايخلوش حد يقرب من نهر باريس عشان فيهم سابقة سباحة هتتعمل قريب في النهر فمركز الشرطة بقى بيتكلم الزبط عادل مع ميكا وبيسألها انت كنت بتغتاصي ليه في النهر فبتقوله ان فيه قرش خطير جدا دخل لنهر باريس ولازم يلاقوا طريقة يخرجوه بيها وإلا هيكل الناس بس عادل بيتجاه الكلامه ما بيصدقهاش وساعتها بتدخل عليه واحدة زميلته وبتقوله من فيه واحد مشرد مات قريب من النهر في تاني يوم بتكون صوفيا موجودة عند النهر وبترقب تحركات القرش من خلال أجهزة الرادار ساعتها بيجالها اتصال من الزبط عادل وبيطلب يقابلها فورا فبتروح تقابله وبيسألها اذا كان موضوع القرش ده حقيقي ولا لا فبتقوله ان القرش ده موجود دلوقتي في النهر باريس ولو شاف حد في النهر هيكله لانه أخطر قرش شافته في حياتها فبياخدها عادل وبيروحوا يقابلوا المأمورة أنجل وبيحكولها على موضوع القرش فبتقولهم أنجل ان الده مستحيل لان القرش اصلا بيحب يعيش في المحيطات والمية الملحة بس ما بتلاقيهم متأكدين من كلامهم بتكرر تخلي عادل وصحاب الزباط فينزلوا للنهر وفعلا بيوافق عادل وبيروحوا وثلاثة صحابه للنهر وبيكون معاهم سوفيا عشان تحدد لهم مكان القرش على سلك ولما بيغتصوا بتشوفهم ميكا وبتكون خايفة أنهم يخلصوا على القرش لأنها بتعتبروا كائن بحري مظلوم وأنه بيأكل للناس لأن ده أصلا غريس فبتتصل على صحبتها بنت وبتطلب منها تختارك اللاسلك بتاع سوفيا وأنها تفصل للإشارة عشان ما يقدروش يحددوا مكانه وبالفعل اللي بتعمل كده وبيكون صحاب عادل تحت المية وعملين يدوروا على القرش وبيحسوا وقتها بكائن ضخم جدا عمال يتحرك حواليهم فبيكرروا أنهم يخرجوا من مكان وقتها بتتفاجئ سوفيا أن مكان القرش اختفى من على جهاز الرادار ومصحاب عادل بيخرجوا بيعرفون ومحسوا أن فيه كائن بحري ضخم عمال يتحرك حواليهم فبيزعق لسوفيا لأنها ما قلتلوش أن القرش عمال يتحرك حواليهم صحابه فبتتعصب عليه وبتقوله أن الإشارة فصلت وبتكرر تسيبه وتمشي بس الغريب أن ساعتها بتشوف ميكا ويمشي من مكان فبتبدأ تخمن أن هي اللي فصلت الإشارة وقتها بقى بيروح عادل عشان يتكلم عن معمورة أنجل وبيعرفها أن كلام سوفيا وميكا صحة فعلا وبيطلب منها أنها تلغي مسابقة السباحة فورا عشان القرش ما يكلش حد بس أنجل بترفض وبتكون لسه مش مصدقة موضوع القرش اللي في النهر وبتقوله أن المسابقة ديت مش هينفع تتلغي لأن كل وسائل الإعلام العالمية هيكونوا موجودين ولو الخبر ده انتشر هتبقى فضيحة وقتها بتمشي رميكا في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبتقول فيه أن البشر بيصطاد سنويا مليون سمكة قرش وده عشان يبعوهم بفلوس كتير قوي وأنهم بكده هيتسببوا في انقراض القرش اللي يعتبر الكائن جميل جدا ومهم للحياة البحرية وقتها بقى بيكون كل الناس بيتفرجوا على الفيديو بتاعها وبيتفاجئوا أنها بتقول فيه أن القرش موجود في النهر وبتطلب منهم محدش يعمله حاجة وأنهم لازم يساعدوه عشان يرجع لموطنه في المحيط لأنه تايه في تاني يوم بيروح عادل وصوفيا المرية عمضة المدينة وبيعرفوها بموضوع القرش وبيترجوها أنها تلغم سابقة السباحة لكنها بترفض لأن الحكومة دفعت مليار دولار عشان ينظموا المسابقة دية وبرضو بتكون لسه مش مصدقة أن فيه قرش في النهر وما بشرحوا لها خطورة القرش بتعرض عليهم فكرة وهي أنهم يروحوا للنهر ويخلصوا على القرش دوت قبل المسابقة فبيوفقوا وبيروح يجهزوا معداتهم ساعتها بقى بتيجي بين صاحبة ميكا وبتقول لهم أن ميكا جمعت صحابها عشان يروحوا للنهر وينقذوا القرش وشايفة أن تصرفها ده غلط عشان كده قررت تساعدهم فبتشغلوهم جهاز الرادار اللي بيلقت إشارة بمكان القرش وبيتفاجئوا أن القرش أصلا وصل للصرف الصحي اللي تحت البيوت في المدينة فبتنصحها صوفيا أنها تحاول تمنع ميكا وصحابها من الغطس تحت المية لأن ده يبقى خطر جدا عليهم وبعدها بتتحرك الشرطة ناحية الصرف الصحي وبتكون ميكا وصحابها هناك وبتنزل المية عشان تقرب من قرش فبيجي الزابط عادل وبيكون معاه الشرطة وبيأمرها تخرج من المية وتمشي من مكانها هي وصحابها بس ميكا بترفض وتقوله أنا مش هسمح لكم تموتوا القرش اللي لقت وفجأة بيظهر القرش وبيتفاجئوا أنه خلف قرش صغير فبيقرب القرش الصغير من ميكا وبتلمسها يا فرحانة جدا بس صوفيا بتنصحها أنها تبعد عنه عشان القرش اللي لقت مايفتكرش أنها بتشكل خطر على ابنه وبتلع ياكلها بس ميكا بتتجعل كلامها وبتقول لها أن ده مش قرش خطير بس فجأة بيجم عليها القرش وبيأكلها فبيترعب صحابها وبيحاولوا يرابوا بسرعة وبسبب أن الصرف دي بيقع عدد كبير جدا منهم في المية وبيجم عليهم القرش وبيأكل معظمهم واللي بيهرب بيكون مصاب وبيتم نقله المستشفى ساعتها طبعا بتكون صوفيا مصدومة من اللي حصل هي والزابط عادل فبيروحوا يقابلوا العمدة مارية وبتكون متعصاب عليهم والسبب في كده أن موضوع القرش انتشر في كل مكان وبتتعامهم انهم السبب بس صوفيا بتشرح لها أن القرش ده خطير جدا لأنه بيتكثر بسرعة وأن جسمه أصلا تكيف على الحياة في المهر ولو ما تخلصوش منه فورا هيتكثر وكل ولاده هيكلس سكان المدينة وبتترجاها تلغم سبقة السباحة بأي طريقة فبتتعصب عليها العمدة وبتطردها وبعد شوية بتقعد صوفيا هي وعادل في مطعم وبيتفقوا أنهم ما يخلصوا على القرش بأي طريقة فبيخدها عادل لمركز الشرطة وبتطلب منهم صوفيا أنهم يساعدوهم في التخلص من القرش الليلة وفعلا بيوفقوا وبتبدأ صوفيا تشرح لهم خطتها فهيزرعوا قنابل في ممطقة سرديب الموتى اللي موجودة في النهر وهناك هتحط جهاز بيجذب القرش لمكان وأول ما القرش يعد في المكان دوت هيفجروه ويتخلصوا من القرش فبيقتنعوا بكلامها وبيبدوا ينفزوا الخطة وما بيوصلوا للنهر بتخطى الصوفيا مع عادل وبيزرعوا القنابل وفي نفس الوقت بيوصل الجيش عند النهر عشان يحمل متسابقين وساعتها بتتكلم العمدة مع الصحافة وبتطمنهم أن المتسابقين في أمان بنرجع تاني لصوفيا وهي بتركب جهاز تحت المية عشان تجذب بيه القرش لمكان القنبلة بس فجأة بتلاقي عدد كبير من أسماك القرش موجودين في المكان وبيطلع أنهم ولاد القرش ليلة وكانوا مستخبين في السرديب وقتها بقى بتبدأ مسابقة السباحة وبينزل كلهم متسابقين للنهر وبيكون عددهم كبير جدا وفي اللحظة ديه بيهجم القرش على ظابط من فريق عادل واللي بيكون مسؤول عن تفجير القنابل فبيشوف صاحبه جهاز التحكم بتاع القنابل وبيروح عشان ياخده ويفجر القرش بس القرش للأسف بيهجموا عليها وكمان وبيقدروا يكلوا وساعتها بتمفجر القنابل فبيهرب عادل هو وصوفيا وبيطلعوا من المية بسرعة فبيطلع السوفيا ان عادل مصاب وبتودين المركب اللي فيه صحابه وبتطمن ان القرش ماتوا في الانفجار لكنها بتكرر تختص تاني عشان تتأكد ان القرش لالة مات لكنها بتتفاجئ انه بيعد من قدامها وما بيعمل لهاش حاجة وفجأة بيروح للمركب وبيهجم عليه فبيقع عادل وصحابه في المية وبيبدأ القرش ياكل فيهم فبتطلع سوفيا هي وعادل من مية على اخر لحظة وبيتفاجئوا ان القرش رايحة لمكان المتسابقين وللأسف بيجم عليهم وبيقولهم كلهم فبيضرب جنود الجيش عليه نار وبيحاول يموتوه وساعتها بتحاول المأمورة انجل تمنعهم وبتقولهم على سلكي يوقفوا ضرب النار لان في قنابل وسواريخ مدفونة تحت النار من ايام الحرب العالمية التانية بس للأسف بيكون فات القوان وضرب النار بيوصل القنابل وبتنفجر فبتتدمر كل الجسور والسدود اللي موجودة عن نهر وبسبب دوب بيحصل فيضان بيغرق المدينة كلها وللأسف بيموت ناس كتير جدا من السكان وقتها بيفقد عادل الوعي وبتروح صوفيا تنقذه بسرعة فبتتفاجئ ان المدينة كلها اتضمرت وان فيها اسماك قرش كتير لسه عايشة وبتعون جنبها وبيخلص الفيلم على كده لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها overdose افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة